هذه التحويرات تصير بعد عملية الترانسكريبشن يعني بالمحاضرة السابقة أخذنا عملية الترانسكريبشن فأكو تحويرات وتعديلات تصير على المسينجر RNA طبعا هذه التحويرات تكون خاصة باليوكاريوتك سيل اللي هي خلايا حقيقية النواة مثل الإنسان، النبات، الحيوان، هذا كل يعتبر حقيق النواة لكن البكترية تصير بروكاريوت هي من ضمن البروكاريوت في ذلك ما تصير بها هاي البوست ترانسكريبشنال موديفكيشن ما معناها التحويرات ما بعد الترانسكريبشن أوكي سنترال دوبما هاي حتى ما ننساها أنه هنا نصارت عملية الترانسكريبشن لكن قبل المرور وقبل التحول عملية الترانسليشن أكو التحويرات تصير عندنا التحويرات طبعا هذه التمثل هذا الفيجر هنا يمثل الأي هي مثل يوكاريوتس الخلايا حقيقية النواة واللي على اليمين هي هذه البروكاريوتس اليوكاريوتس دي نشوف بها نيوكليوس فعملية الترانسكريبشن تحدث بداخل نيوكليوس حتى هذا الـ RNA أو المسنجر RNA يطلع ويصير بروتيين يصير أمينو أسيد عملية الترانسليشن يحتاج إلى تحويرات حتى يطلع خارج النيوكليوس ويصير عملية الترانسليشن يعني من هنا هذا هناك الترانسكريبشن صارت оكي فتصير عندنا ثلاث عمليات ويصير ناخذ هى ثلاث خطوات تصير حتى بعدها يتحول الى السايتوبلازم وداخل السايتوبلازم يصير عملية الترانسليشن يعني الترانسكريبشن الراببليكيشن كانت一些 على اللمسراكي Poker كله داخل النيوكليوس لكن اللمساريع يكون بالسايتوبلازم شون يطلع؟ هذا المرن من نيوكليوس إلى سايتوب لازم ما يطلع بعملية عشوائية إلا أن تحدث بعض التحويرات عالية حتى يطلع بينما بالبروكاريوتس اللي يكون مموجودة نيوكليوس فهي عملية الترانسكريبشن والترانسليشن بمكان واحد يعني البرنسبل الآلية اللي هي يتحول بها الدياني إلى آراني is the same in all organisms يعني هي متشابهة لبرنسبل مالتها مفهوم مالتها هي متشابهة في كل الأحياء الorganism بكل الأحياء بنقول كل الأحياء معناتها بروكاريوتس يوكاريوتس فالعملية الترانسكريبشن هي أو المفهومة عن الترانسكريبشن هي واحدة لكن the way in which the resulting RNA transscripts من نقول transscripts ما معناتها الأماراني ما معناتها أنه مار أو ناتج الترانسكريبشن are handled before they are translated into protein differs between bacteria and eukaryotes لكن الاختلاف وين يصير؟ البرنسبل مالترانسكريبشن هي واحدة الاختلاف وين يصير؟ الاختلاف أنه هو هذا الأماراني أو المسنجر الاراني من يتحول إلى عملية الترانسكريبشن هنا تصير الاختلاف وهي هذا معناتها هنا post transcriptional modification يجب أن يمر بهذه التحويرات التي هي قبل عملية الترانسكريبشن اليوكاريوتس يمر ويصير بهذه التحويرات لكن البروكاريوتس لا يصير بهذه التحويرات لماذا؟ because bacteria lack a nucleus لأنها فاقدة لنوكليس لأنها فاقدة لنوكليس فاقدة موجود بالسيتو بلاسم والسيتو بلاسم هو بالريبوسوم الريبوسوم هو المسؤول على البروتين سينثيس فما يحتاج كل هذا العمل ما يحتاج هذا الموديفكيشن as an messenger RNA molecule in bacteria start to be synthesized ribosome immediately attached to the free five end of RNA transcript and begin translating into protein يعني مباشرة بعد ما تم عملية الترانسكريبشن بعد ما تم عملية الترانسكريبشن من رأسا يأتي الريبوسوم اللي هي هو بروتين مساعدة طبعا TRNA وغيرها يأتي هذا الريبوسوم مباشرة يكون للبروتين لكن هذا الشيء مونفس باليوكاريوتس باليوكاريوتس الآن يأتيها بالتفصيل يحتاج أنه يطلع خارج النيوكليس و تم عملية الترانسكريبشن شون يطلع؟ لازم يمر بهذه الترانسكريبشن اللي هسا راح نذكرها هذه هنا هاي الخلية البكترية انه هذا كله موجود سوية بما انه كله موجود سوية فعملية الترانسكريبشن والترانسكريبشن تصير بمكان واحد فما يحتاج أي ترانسكريبشن وما يحتاج ترانسكريبشن كمم ارنى لكن باليوكاريوتس اليوكاريوتس لا هذا الدياني طلع من عنده الاريني لكن الاريني بري اماريني يعني بري اماريني ما معناته انه هو اماتشور اريني او اماريني غير ناضج اوكي شون يتحول الى اماتشور اريني لما يصير به هاي التحويرات اللي هي نذكرها هذا القابينج الفايف قابينج وهذا البولياديناليشن بجهة ثانية تم عملية وطبعا سيبلايسن سايرة قبلها بعدين تم عملية الترانسكريبشن بخارج شوفوا الترانسكريبشن صارت وين خارج النيوكليوس خارج النيوكليومنبرين جميع التقامل نيوكاريوتك سيل با كنترانسان الديناي تتلقي لدينيوكليوس الديناي هو موجود بداخل النيوكليوس النيوكليوس مغلق على الديناي ويوجد علي الصراتسكريبشن يعني الـ transическихصار راح يأخذ مكان بداخل النيوكليوس لكن التراسليشن هي نتيجة وجود الريبوسون بالسيتوسول فالتراسليشن عملية الترجمة هي موجودة بالسيتو بلاس so before eukaryotic mRNA can be translated into protein إذن قبل ليتحول mRNA mal-eukaryotes إلى protein قبل ما يترجم it must be transported out of the nucleus through small pores in the nuclear envelope يجب عليه أنه يخرج إلى خارج النوكليوس عن طريق النوكلير عن طريق هذه الثقوب الموجودة هنا هاي الثقوب أكو موجودة هاي الثقوب هنا موجودة فراح يطلع للسيتو سول يلا تم عملية الترجمة ليش؟ لأن الريبوسوم هو موجود بالسيتو سول والريبوسوم هو أهم جزء بعملية الترجمة and before it can be exported to the cytosol وقبل لا ينتقل للسيتو سول eukaryotic RNA must go through several RNA processing لازم يمض بستيبس بخطوات أو عمليات which include أول نقطة الكابينج بعدين سيبلايسنج بعدين بولي and inolation طبعا نجي نحكي عليها في شكل مختصر ومبسط الRNA كابينج الRNA كابينج يعني خلي نقول عليه تغليف الRNA من الجهة الخامسة مثل ما DNAB 5-end النهاية الخامسة والنهاية الثالثة وال3-end هي بالحقيقة النهاية من جاية يعني وضحت لكم سابقا أنه هذه النهاية الخامسة وعنات أنه هاي ذررت الكاربون الخامسة بالشكر بينما هنا تكون الOH بذرة الكاربون الثالثة بالشكر فالكابينج يصير بالنهاية الخامسة مع الRNA بالنهاية الخامسة the part of the RNA that is synthesized first the RNA cap include a typical nucleotide a typical a typical يعني غير نموذجية a typical هنا نجاير بصيغة النفل a typical nucleotide القوانين يعني من نسأل شنو الRNA caping هذا الكلام يخلص الRNA caping القوانين تجي بالنهاية الخامسة هاي النهاية الخامسة هاي النهاية الخامسة هاي النهاية الخامسة هاي النهاية الخامسة هنا فعمليات تعريف الRNA caping مهم جدا ايضا نفس الاهمية لل polyadenylation 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 adenylation شنو او الادنين اوكي شنو الادنين الادنين هو عبارة عن قاعدة نتروجينية فال polyadenylation يعني تعدد الادنين تعدد الادنين اذا وين ينضاف تعدد الادنين هاي النهاية الخامسة الpolyadenylation وين ينضاف ينضاف بالنهاية الثالث provide a newly transcribed mRNA with a special structure at AIDS 3 end the 3 end 3 prime end of eukaryotic mRNA is first trimmed يعني شنو عملية polyadenylation قلنا احنا اكون 5 end و 3 end هاي 5 end صار بها cap و 3 end 3 end بالبداية اكون sequence بنهاية ال الامارة هذا لازم trim لازم يشذب يعني شون نقول علي يزال اوكي هذا لازم يشذب هنا بعدين بورا ما يشذب صار بهذا الشكل هذا ورا تنضغط 100 الى 250 قاعدة من الادنين 100 الى 250 قاعدة من الادنين هي عمليات polyadenylation اوكي عن طريق انزيم طبعا القطع عن طريق انزيم والاضافة كلها صار عن طريق انزيم هذا يسمى poly A tail poly A tail ماذا poly A tail يعني tail هو الذيل يعني بولي A tail لأن الادنين يشبه الذيل يعني ما يتنعاد 100 إلى 250 مرة ادنين 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 وهكذا بالنهاية الثالثة النهاية الخامسة صار ادنين وبعدها تصير عملية supplicing بعد poly adenalation او مرات قبل poly adenalation قبل supplicing ما هو الر n a مال eukaryotes بمناطق مشفر ومناطق غير مشفر مناطق ضرورية ومناطق غير ضرورية المشفرة نقصد بها المشفرة نقصد بها انه تطين amino acid هذه اسمها x-zone هذه اسمها x-zone والx-zone هذا x-zone هنا بين كل x-zone x-zone يوجد intron هذا intron intron وفي النص موجود x-zone ويضا هنا موجود x-zone هو هذا الذي سيصبح amino acid هذه صورة ثانية اهم intron x-zone intron بين 1 و 1 اول شي تنضاف 5 capping ونضاف هذا مثل group ون مختبط المثل group هنا بعد نبو وراها هذا السماء الفاتح ال intron ال intron هنا ان شاء بعملية supplicing وال adenine نضاف بعملية polyadenylation فاذن 3 عمليات صار يلا حس mRNA او immature RNA صار messenger RNA صار mRNA هذا نشوف cabbing هنا supplicing هنا صار لان shell intron و polyadenylation صار هنا لان انضاف ال adenine these two modifications هاي التحويرات ال cabbing 5 end وال polyadenylation increase the stability شنو فائدة هي مو ما تصير بدون فائدة لازم بيها فائدة شنو الفائدة ما الارتباط الارتباط و الارتباط polyadenylation هي increase the stability of eukaryotic mRNA molecule أول شي زيد من ثباتية أو تحمل المسنجر RNA molecule نقطة ثانية فازلت تحوير ايض ايض export from the nucleos to the cytosol هاي نقطة مهمة انه هذا الارتباط ال cabbing وال polyadenylation هن ذني سهلا عملية مغادرته أو عملية خروجه من النucleos لل cytosol and generally mark the RNA molecule as an mRNA هذا راح يسمى بال mRNA هذه هنا cabbing cabbing وهنا صارت عملية splicing وهنا poly splicing بختصار عملية splicing هي introns are removed from pre mRNA أو removing of intron from pre mRNA pre يعني premature يعني immature pre mRNA by RNA splicing شون ينزال هذا immature mRNA بعملية RNA splicing in this process the introns are removed from the newly synthesized يعني عدنا احنا بالجينات ما الي الكريو الي هي human animal ومثل ما ذكرنا البلان بيها intron exon intron exon exon هو الجزء المشفر اللي هو يتحول الى protein تحول الى ما ينو بينما intron intron هو الجزء الغير مشفر intron are removed from the newly synthesized RNA exon are staged together يعني exon هنا اتصل بما انه انزال ال انزالت ال intron بوسط ال RNA splicing تقفل ال RNA سيصرف به سيصرف يعني يرتبط فيتحول الأماراني بالبداية الأماراني قبل أن يمروا بهذه الخطوات هو Precursor أماراني Precursor أماراني يعني الأماراني ما قبل التحويل ما قبل التغيير Precursor أماراني هذه هنا الإنترونات نزالت وقعدنا الإكزونات وقعدنا الإنترونات وقعدنا الإنترونات وقعدنا الإنترونات وقعدنا الإنترونات وقعدنا الإنترونات How does the seal determine which part of RNA transcribe to remove during supply بزيئ تمام هنا من نزال الإنترون شون أرف أرفت هذه الخلية توجه الفاكترات مالتها وتوجه SupplySosome SupplySosome هو المركب الذي يفعلنا SupplySing وتوجه حتى يزيل الإنترونات توجه حتى يزيل الإنترونات العملية ليس قليلاً أقفت Sequence معين بنهاية الإنترونات Sequence معين بنهاية الإنترونات هي من خلاله يأتي SupplySosome ويميز أنه يميز يأخذ هذه المنطقة ويربطها Stitched كمثال على الجينات والإكزونات التي يريدهم مثلاً هذا الجين هنا Factor 8 التي تخلصها العلاقة وتخلصها عند الجروح وغيرها هذا الفاكترا وهذا 200 ألف قاعد فبما أنه 200 ألف قاعد يجب أن يكون إلى أكثر من X-Zone إلى أكثر من X-Zone بينما هنا البيتا يجب أن يكون بسيط بسيط إلى 3 X-Zone طول ما التقصير هو كل 2000 نيوكليوتايت بير 2000 بس بير كل إنترون تحتوي بعض نيوكليوتايت سيقوانس هذا هنا الجواب على هذا السؤال كيف يمكن الميز العملية سيقوانس كل إنترون يحتوي على نيوكليوتايت سيقوانس هذا يسوي إزالة للبريأمار هذه سيقوانس تتجد أو إلى أي نيوكليوتايت من أن مير سيقوانس مر انrap سيقوانس يعني الجزء صغير من الاماراني اللي صنع الداخل السيلز هو اللي راح يستعمل The remaining RNA fragment Exist intron and broken RNAs هذا المتبقي الفراجمت المتبقي اللي هي الانترونات اللي نزالت بالإضافة الاراني المتكسر How then does the cell distinguish between the relatively rare mature mRNA molecule it needs to export to the cytosol and the overwhelming amount of debris generated by RNA processing يعني شون تم عملية التمييز بأن هذا أكي هذا ما كان للسupplycing لزالت الانترون أو لا The answer is that the transport of mRNA from the nucleus to the cytosol is highly selective only correctly processed mRNA are exported and therefore available to be translated The selective transport is mediated by nuclear poor complexes which connect the nucleoplasm with the cytosol and act as gates that control which micro molecule can enter or leave the nucleus باختصار أنه شون الخلية تبدو تميز هذا pre-mRNA وصير عملية splicing علي هذا عملية مهمة لازم صير عملية splicing لازم تنزال الانترونات جواب هو هنانا شون انه بدون عملية splicing وبدون عملية polyadenylation ولا capping البورس اللي موجودة بالنوكلياس هذا البورس اللي موجودة هي تكون حساسة جداً خلي نصورها اه شون يعني الجهاز اللي اللي موجود اللي يتحسس مثلاً الملابس إذا ما كانت مدقوق يعني ما أخذين المحاسبين عليها أو فتشي هذي القطعة الممغنطة اللي موجودة بالملابس ولمن واحد دا يطلع من هذا الشسمه راح يصير عملية تنبيه اوكي نفس العملية لازم يعني معناها لازم يروح للكاشير وباخر هذه الممغنطة يعني يسوفت بروسسنج يسوفت آلية حتى يرجع يطلع بسوات نفس العملية نتخيل هوية البورس اللي موجودة بالنوكلياس ما النيوكلياس ما راح يطلع أي شيء بدون ما جارع عليه هذه الأمور وهذه التحويرات الثلاثة اللي ذكرناها اللي هي polyadenylation capping و supplicing بدون ذني الثلاثة ما راح تم مغادرة الأمرانية من النيوكلياس للسايتوبلازم ليش يغادر للسايتوبلازم اللي هي عملية الترانسليش تحدث بالسايتوبلازم ليش تحدث بالسايتوبلازم لأن الريبوسوم موجود أصلا بالسايتوبلازم فكل اللي نحفظه ونركز عليه من هاي المحاضرة إنه هي شنو العمليات ليش بال يعني باليوكاريوز صير هاي البوس ترانسكريبشنال موديفكيشن هاي التحويرات بينما بالبروكاريوز ما تصير الجواب لأن اليوكاريوز هي بيهن يوكليوس والبروكاريوز ما بيهن يوكليوس والريبوسوم موجود بالسايتوبلازم فيهن يحتاج انه يطلع الراناي للسايتوبلازم حتى يصير عملية الترانسليشن عملية الترانسليشن شون يطلع لازم يمر بها التحويرات اللي هي بولي ادناليشن والكابينج والسبلايسين الكابينج اللي هي التغليف الفايف اند بالقوانين اللي موجودة بالمثل غروب مثل غروب والبولي ادناليشن يصير بالبداية يجي انزيم يشذب هذه المنطقة يشذب قواعد صائرة موجودة هنا ويضيف البولي اي تيل يضيف البولي اي تيل اللي هو يتكون من 100 الى 250 قاعدة وبعدين يصير عملية كل هاي الامور اللي انذكرت هنا وان شاء الله ما بيها شيء ما بيها شيء محاضرة واذا كان بيها شيء او سؤال ياريت انه تسئلون حتى ممكن انه تسئلون يعني بايام اللي تجون بها بالعمل او تكتبوا لي الاسئلة مالتكم واتدزوا ليها عن طريق الممثل حتى اقراها واجاوب عليها انا اشكركم ان شاء الله اتقيكم محاضرة ثانية آآ